هقولك واقولك على استراتيجية من استراتيجيات التسويق وبناء الأعمال فعالة جداً ولكن خفية استراتيجية مهمة جداً في كلمتين سر في كلمتين علشان تستوعب معايا الاستراتيجية دي وتفهمها يا كويس لازم الاول اقولك هي ازاي مهمة وليه مهمة هنعمل ده من خلال سؤالين هسألهم لك من خلال قصة سريعة هحكيها لك وانا بحكي لك وبحكي لك القصة دي هنروح مع بعض نجيب حاجة ونبكع يلا بينا هقولك على سر في كلمتين سر من الأسرار اللي ساعدك على وصول لأهدافك بسرعة اللي ساعدك على النمو والبيزنس بتاعك بسرعة مش بس البيزنس والتسويق بتاعك كمان بس انا اشرح لك السر ده وتفتكر ما زم الاول اسألك سؤالين طب ايه هم السؤالين دولي السؤال اولاني لو عندك منتج او خدمة ما حصلوش ولسه النازل بيهم السوم وحس يشتغل بيهم هتاخد وقت قبل ما الناس تعرفك هتاخد وقت قبل ما ده يجرب ويقول لده ويقول لده ويقول لده حتى لو انت بتعمل اعلانيه برضو الموضوع فيه مشكلة السؤال التاني لو عندك قطعة محتوى مرعية او مكتوبة او مسموعة ومتقدم فيها قيمة كبيرة جدا و أني called values القيمة اللي انت بتقدمها هي اهم حاجة في المحتوى إن المحتوى هو الملك والقيمة هي اهم حاجة طيب الناس這些 تعرف ان المحتوى بتاعك ده قيل جدا بحتاجين يعمله ايه بحتاجين يتفرجوا علي المحتوى بتاعك بحتاجين يستخدموا المنطج بتاعك بحل عشان يتفرجوا بمشيه في المحتوى بتاعك 4 ثاني و 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانية من وقتي في الزمن ده ما بقاش عندنا رفعية الخمس سوان وعشر سوان ما بقاش عندنا رفعية اللي أنا أجرب المنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك عشان أعرف السر اللي هنتكلم عليه السر اللي نتكلم عليه في كلمتين بس قبل ما اشرح بك ده حكايته ايه وزاي نستخدمه في الحاجات المختلفة والأشرين المختلفة وزاي نستخدمه في المجالات المختلفة دي سؤال مهم ماما وإحنا راشلين فين دلوقتي هقول لكم كنا بنعمل ايه وبجيب ايه وده علاقته بالحلقة دي بالموضوع الحلقة دي ببينج أوبيوس احنا نفسنا القرونة نمشي على مبدأ بينج أوبيوس ده جددنا الستوديو بتاعنا وجددنا حاجات كتير اول فترة جاية نشوفها ولكن هنكمل كلامنا في موضوع بتاع بينج أوبيوس ده في الستوديو ونحن نغير ونجهز وشوفكم في الستوديو يعني احنا عدونا الوقت مشكلة اللي بنتكلم فيها دي هي الوقت الوقت اللي بياخده العمين علشان يجرب المنتج بتاعنا الخدمة بتاعتنا أو يعرف قد ايه احنا كويسين الوقت اللي بياخد المشاهدة علشان يتفرج على قطعة المحتوى اللي انت عملها يتفرج على عشر ثواني خمس ثواني يقرأ سطر يقرأ اثنين الرسالة التصوخية بتاعتك ايا كان نوع المحتوى اللي انت عمل بالستراتيجية اللي بنتكلم عليها دي بتتعامل مع اي نوع من انواع البزنس اي نوع من انواع الاعمال اي نوع من انواع التسويق وهي being obvious انك انت تكون واضح من اول لحظة واضح من اول ثانية من اول ثانية في الفيديو بتاعك من اول ثانية في المنتج بتاعك من اول ثانية في الخدمة اللي بتقدمها المحل اللي بيدخلوه الموقع اللي بيزوروه الشركة اللي بيدخلوه تقولي ده كلام بديهي ولكن اقولك انك مش هتصدق نسبة قد ايه من الناس بتعمل نسبة كبيرة جدا من الناس اللي بتجنة سواء كان في استشارات تسوقية في خدمات تسوقية في استشارات اللي علاقة بالبزنس تنمية الأعمال وخلافه عندهم من أزمة دي أو بتشوفها بشكل من الأشكال الموضوع أكبر مما أنت متخيل لدي دراسات كتير جداً بتتكلم عن الموضوع ده ما بتقول شيء المعرومة بتاعت Being Obvious ولكن بتقول كل ما يؤدي للنتيجة بتاعت Being Obvious للستراتيجي بتاعت Being Obvious فلما نيجي نتكلم على الستورز الكبيرة على السوفر ماركت الكبيرة السوفر ماركت الكبيرة عندها حاجة اسمها دي Compression Zone إيه دي Compression Zone ده اللي هو أول ما بتدخل في منطقة كده واسعة شوية هي اللي فيها الاستقبال بتاعها بيحافز عليها بأنظف حال بأحسن صورة مرسومة بأحسن ألوان كل السوفر ماركت الكبيرة بتعمل كده وفي دراسات كتير من اللي موجودة وراي على الشاشات دي وهتلاقي اللينك ستاعتها في الديسكريبشن وهتلاقي عندنا على المنصة إن شاء الله بما عاد نزول الحلقة دي نكون مجاهزين المكان ده على المنصة تلاقي فيه كل المصادر دي كل الحلقات تلاقي عندنا حلقات مهمة كتير جدا فيها أمثلة عملية الموضوع مختلف شوية عن الفترة اللي فاتت أو مختلف كثيرا عن الفترة اللي فاتت هتلاقي كمان الأمثلة العملية دي من موجودة تقدر توصلها بلا أي مقابل بلا أي خطوات زيادة غالبا كمان فتحتك تعمل الكون هتلاقي إن شاء الله إن عندنا وجودها هتلاقي الكلام ده في الديسكريبشن وأناوه عن الكلام ده كتيرا في الفترة اللي جاي هنلاقي إن الدراسات تانية هلاقي دراسات تانية عن الفيديوهات دراسات تتكلم على الفيديوهات تتكلم على الفيديوهات التسويقية وخنف من أول ثانية واثنين وثلاثة هم أهم تلات أربع ثواني لأن فيهم البني أدم بيربط ما بين الجودة بتاعة اللي انت بقدمه والحاجات اللي شافتها قبل كده شاف الشركات الكبيرة وهي بتقدم أحسن صوت مختار بأحسن كاميرا تشتغل بأحسن مايك هتشوف دلوقتي تستطعب اللي جاي ده إحنا جايبين أحسن مايك موجود في الصناعة بتاعة البودكاست رحنا جيبناه وأطرنا إن إحنا نجيبه بالعكس إحنا جيبنا الموديل الأخير اللي هو دي ستاتذب بقى له سبعة تامنة صور لأي لأن تنم تسمع أحسن صوت نقدر عليه ممكن ما نقدرش نجيب أغل كاميرات الكاميرات بها تغالية جدا ولكن نقدر نجيب أغلال مايكات تقدر أنت جموة إمكانياتك تعمل أحسن ما عندك لأن الناس زي ما بيقول الناس بتشوف ده وتحطك في رفط الفعة بتاعة الناس الكبيرة الناس الكبيرة اللي قدمت الناس الكبيرة اللي صورت أحسن تصوير الناس الكبيرة اللي قدمت منتجها بأحسن طريق فبينك أوفيس من أول لحظة بيفترق كتير جدا فيه كامان درسال عندنا على على التجارة الإلكترونية إن إزاي ملاقع التجارة الإلكترونية أضبضى فوت أضبضى فوت ده اللي هو الجزء اللي ظاهر قدامك على الشاشة يزمي بقى أحسن حاجة يبقى أطرح حاجة يبقى أحسن ستور اللي عندك أحسن المنتجات اللي عندك بمعمول بقى أحسن حال ووجدوا إن ده بيزود المريعات وبيفرق كثيرا معاهم وده القلب بتاع جيل جوفيس بس عندنا كلام تاني مهم جدا جاي في الموضوع ده ولكن ده الكور بتاع الموضوع ده القلب بتاع الموضوع إنك تبقى واضح جدا من أول لحظة إنك إنت كويس جدا على قد ما تقدر وما تهملش الحكاية دي هتأثر عليك الوقت كتير جدا حتى لو بتوزع ورقة في الشارع بتوزع منشور في الشارع بخصوص بزنس بتاعك أيا كان إيه هو اللي أنت بتعمله ديزاين على فيسبوك ديزاين على أي سوشيال ميديا على أي ملاصة لما أصدت وصل الاجتماعي يجب إن أنت تحفظ على جهودتك ما فيهش تقول معلش يلا هتعدي بالذات لو هتحمل بيه إعلان بالذات لو هيتطور ويتعلق في الشارع هيبقى على بيل بورد أو بيل بوكس على فانوس أو سوستكة على شاشات العرض الحاجات دي لازم تبقى أحسن ما يمكن إحنا في سنة ما قررنا نعمل بودكاست قررنا إن إحنا كمان نبيه أوبيس إنه يبقى من واضح من أول ثانية في البودكاست بالذات اللي بيتفرج عليه أو بيسمعه فشفنا إيه هي أحسن مايك موجود أو إيه المايك اللي المتعارف عليه إنه هو أحسن مايك فالمايك اللي قدامنا ده وهقولك سريعا حكايته إيه لما هتيجي تشوف في البرودكشنز الكبيرة في الإنتاج الكبير البراندز المعروفة الماركات التجارية المعروفة اللي بتعمل بودكاست هتلاقي المايك ده فدورنا على أحسن حاجة في الاندستري ستاندر لما جينا نشتري لقينا إن فيه اللي هو اسمه SM7B SM7B من الماركة اللي اسمها شور لقينا كمان إن فيه حاجة نزل بعدها اسمها SM7DB الصوت مش أحلى ولكنه أرقى لكنه فيه مميزات مختلفة شوية مهم ده موضوع تقني نحكي فيه في وقت تاني وكمان قراءة نحن معدنا الشكلين الشكل السولو بودكاست قصير بودكاست بيبقى فيه معلومة علمية عملية مستخدمة من الخبرات حاجة تقدر تبقى مركزة تستفيد منها فعلا وكمان نستضيف ما يقال عليهم واللي هم الخبراء في الموضوع نقدر نعمل ده ونعمل ده نيجي للسؤال المهم اللي كنا بنسأله في الأول هو إحنا كنا بنشتري إيه من الحاجات اللي أنا تعودتها على مر السنين يعني أنا بخصص أجندة أو كشكول أو كراسة أو ساعات كانت كراسة رسم لما بعندي بروجيكت كبيرة ندخل عليه ومشروع كبيرة ندخلين عليه أو حد اشتغلنا معاه مرة واثنين وثلاثة فعيس تبقى معلوماته موجودة في حتة واحدة حتة واحدة مكتوبة غير طبعا الديجي تلفورم غير للأشكال الرقمية من تسجيل الكلام ده وبرامج كثيرة بتشتغل عليه فبنروح نشتري نوتة كبيرة أو أجندة كبيرة ونشتري نوة الصغيرة النوة الصغيرة للمواضيع الأصغر في الموضوع والنوتة الكبيرة دي طب النوتة الكبيرة دي لمين؟ النوتة الكبيرة دي لنا ليكم للفترة اللي جاية بالنسبة لنا اللي احنا قررنا فيها ان احنا نمشي على مبدأ Being Obvious Being Obvious في الشكل اللي انت بتشتغل به الألوان، الإضاءات، المايب، الكاميرات اللي انت بتشتغل بيها في الجودة اللي منبرة دي، بس كده اللي طبعا ده مش كفاية Being Obvious في اللي بنحضره نحن نحضر أعلى قيمة، نعمل أعلى مجهود، نجهز أعلى شيء فاعتبرنا نفسنا وإحنا دايماً معتبرين نفسنا عميل عندنا ولكن في الحالة دي بتاعة إنتاج المحتوى القيم للناس سواء كان المرئي أو المسموع في البودكاست أو المقروق وهتلاقوا كلام ده على المنصة عندنا وهنقدم له كتير جداً للفترة اللي جالي إنها يبقى فيه مصادر مفيدة جداً مهمة جداً مجمعة في مكان واحد فقررنا إن إحنا نعمل كده إحنا النهار ده هنسجل بودكاست وبودكاست مصوري يعني هيكون بالنسبة لكم في شكل حلقة واللي يحب يسمع البودكاست ده على البلاتفورمز على منصات البودكاست هتلاقي موجودة على كل المنصات واللينكس بتاعته الروابط بتاعتها هتلاقي متوفرة في الدسكريبشن وعلى القناة عموماً والمهم في الحلقة اللي هنصورها دي إن من غيرها كل اللي قلناه في الحلقة دي عن بينج أوبيوس عن الكونسبت بتاع بينج أوبيوس ملوش لازمة لأن فيه من الأشياء وفيه من طرق التفكير اللي إحنا بنفكر فيها تخلينا نعتقد إن إحنا بينج أوبيوس وده شفناه كثيراً جداً أكتر مما تتخيل بيبقى صاحب البزنس أو مدير المشروع أو الماركتنج مانجر أو الكميرشل أوفيسر بتاع الموضوع فاكر إن هو بينج أوبيوس إن هو واضح جداً نتيجة لطرق تفكير معينة بيفكر بيها وهو مش أوبيوس ولا حاجة وهو الموضوع مش واضح ولا حاجة وفيه أحسن كتير جداً من اللي هو بيعمله من غير ما يكلفه زيادة هنتكلم على الموضوع ده وهنتكلم على إيه اللي بيحصل وإزاي بيحصل في الحلقة اللي جاية من غيرها كل اللي أنت سمعته ده ما تقدرش تنفزه هتلاقي الحلقة دي ظهرة معنا هنا لو كانت نزلت لو ما كانتش نزلت هتبقى شايفة الرسالة دي لو مش شايفة الرسالة دي وعليها الحلقة يا بيها دي الحلقة هتفرج عليها لأنها مهمة جداً والغاية لما أشوفك وأشوفك في الحلقة اللي جاية قدر أقول لك وأقول لك شكراً لحسن استماعكم وأشوفكم في الحلقة اللي جاية